اليوم سيكون حديثنا على الطفل ومفهوم الحب كيف يمكن أن نعلم أطفالنا الحب والعطف وكيف يمكن أن يعكس ذلك على شخصيتهم في حياتهم الأسرية وحياتهم خارج الأسرة كل هذه التفاصيل نناقشها مع ضيفتنا في الاستشارية التربوية أروى علوش مرحب بك أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أروى أهلا وسهلا فيكم يعني بداية على سيرة الحب كلمة حب أصلا كلمة جميلة صحيح نحن نحس بانتعاش حقيقة وإحنا عم نذكرها لكن لخصي إلنا فعليا مشهد وصفات طفل نشأ في بيئة مليئة بالحب والعطف والحنان والود خبرينا هذا الطفل كيف ستكون شخصيته بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيدة أني عم بيحكي عن موضوع الحب عن الطفل أنه هو موضوع هام جدا يعني بس خليني أقلكن أنه هو الحب لحال وهل هو كافي يعني إحنا بنتخيل الطفل المحبوب مثل ما قلتي اللي أهله حيطينه بالمشاعر وبالأحاسيس هل هو حيطلع طفل مثالي؟ أكيد ما حيطلع طفل مثالي لأنه في كتير أمور تانية متأثر بالتربية لكن هو جزء هام فإذا توفر الحب فتوفرت أشياء كثيرة عند الطفل خلينا نقوله توفر الاستقرار العاطفي نوعا ما جميل التوازن العاطفي الشعور بالراحة عند الطفل القدرة على أنه يعبر عن نفسه ويعبر عن احتياجاته كل هذا بيأثر عليها وجود الحب حوله حلو طيب شو الأمور أو خلينا نقول الخطوات التي تدسهم فعليا بإبراز حب الأهل لأطفالهم كيف تكون يعني التروية بالحب؟ أي يعني أول شيء أو أهم الشيء هو أنه يكونوا متقبلين لهذا الطفل مهما كانت مواصفاته ومهما كانت شخصيته بجينا أطفال بمواصفات مختلفة حسب الجينات حسب الظروف اللي نورد فيها هذا الطفل حسب الأسلوب اللي تعاملوا هني الأهل معه فبيطلع عنده شخصية معينة هذا الطفل كثير من الأهل بيرفضوا كثير من شخصيات الأطفال طفل الحركي زيادة الطفل اللي ما بيسمع الكلام عادة هذا أكتر طفل بيرفض الطفل اللي إله شخصية وحضور كثير قوي وبيصمم على رأيه هذا الطفل ينرفض كثير من الأهل فهذا الشعور ينتقل له للطفل الطفل يحس أن أهله أبلانينه رغم مواصفاته ولا لا نافرين منه ومتدايقين داخليا كل الأهل يحب أولادهم بس يصير عندهم شيء من النفور من شخصية الطفل من مواصفاته عادة الأهل يحب يحطوا الطفل بقالب معين يحبوا الصفات المثالية كلنا منحب الصفات المثالية وأكتر أشخاص بدنا يكونوا مثاليين هن أولادنا فإذا ما طلع هذا الطفل بالمثالية اللي نحن شايفينه مننفر منه يعني غصب اللي عنا شيء هيك داخلي ما منعترف فيه هون بتكون مشكلتنا اللي بتظهر للطفل وبيشعر بعدم الحب طبعا الحل أنه أنا أعرف أنه ما في مثالية على وجه الأرض الطفل حتى يوصل للصفات اللي نحن بدنا ياها بياخد وقت هذا مشوار طويل وما شرط يوصلت مثل ما نحن بدنا هياخد مواصفات معينة في مواصفات لا مو مثل ما نحن متخيلينه وراسمينه بدنا نقبل وبدنا نعرف أنه هذا لخير شو من كانت شخصيته حتى لو عكس أنه نحن متوقعين هذا لخير لرسالة معينة لهدف معين رب العالمين حاطه فبدنا نتقبله مهما كان ويعني ونحكي حالنا بهذه الفكرة دائمة مشان ما تظهر ضمن تصرفها جميلة تقبل غير المشروط يعني نقطة مهمة جدا وأعتقد أنه هي خطوة من خطوات تربية الطفل بالحب حديثينا عن خطوات عملية أكثر يمكن من خلالها أن نزرع قيمة الحب في قلوب الأطفال نعم طبعا أكيد الحب بيظهر للطفل أول شي من خلال ابتسامة بوجهه يعني ما ممكن أن أكون أنا بحب ابني وبيدي يوصل له فكرة الحب وأنا طول الوقت عاب سيب وشه وإن كان هذا هو الواقع لأن الأهالي مضغوطين دائما بمسؤولياتي كتير فما بينتبهوا أنه أنا لازم ابتسم بوجه أطفالي نحن عادة نبتسم بوجه الغريب بوجه الشي الرسمي الشي اللي نحن يعني حنقضي معه وقت قليل فمنقدر نتبسم بوجه أما الشي اللي ووجنا طول الوقت ما مضطرين ابتسم لأنه في أشياء تانية كتير هلأ شغلتنا وشغلت تفكيرنا وعقلنا فأنت روح عني هلأ انتظري شوي باعد لخلص هلأ مو وقتك عم نعطي تعليمات عم نعطي أوامر وهذا كله نحن معصبين يعني وعادة مو مبتسمين فبتوصلوا رسالة أنه أهلي يعني ما فاضين لي وهي بتأدينا النقطة الثانية مع الابتسامة أنه نعطي وقت قدر المستطاع للطفل كمان نحن بنحط آخر أولوياتنا يعني الوقت اللي منعطيها هو الوقت اللي مضطرين نعطيها إذا بدنا نقعد معه مشان تدريسه ولا بدنا ناخده مثلا عم شوار مضطرين ناخده عليه ولا عم ناكل سوا ولا عم نعطيه توجيهات ما منحط بالنا أنه لازم فيه وقت خاص لتبادل الأحاديث يعني هيك مسايرة نحن نحن نسألو الحديث الطبيعي اللعب إذا قدرنا أنه نلعب معه كمان هذا الوقت يعني هو صح مسهل لكن مو مستحيل نقدر نختار وقت من اليوم نعطيها للطفل ولو خمس دقايق باليوم بس وقت خاص فقط أنا يعني على الأقل خلينا نقول عشر دقايق قاعدة معه بس عم بحكي معه هيك أحاديث مختلفة عن التعليمات دايق مؤدي يعبلك أقل شيء أقل شيء يا ريت نسبت عليها أنت تعرفي بالدراسات لاحظوا أنه مو أكثر من دقيقتين الأهل بيعدون مع الطفل دايق الدرجة خارج وقت التعليمات لا في حكية للأسف لو نرأي بالأسر كلها والبيوت هذه الضغوطات اللي موجودة حاليا يعني خلينا نكون واقعيين ما في حدا بينتبه أنه يعطي ابنه وقت خاص فيه خارج الأمور الروتينية نعم طبعا إذا ما كان عند الأهل وقت مثلا هل ممكن كلام الحب يعني الكلام اللغضي اللي بيعبر عن الحب بحبك كتير اشتقت لك وما إلى ذلك أو مثلا الحوشة طبعا الضمة هل هي الأمور ممكن تغني طبعا طبعا وهي إذا عملناها من ضمن عاداتنا اليومية بتصير باللاوعي يعني بتصير خلاص بدون ما نخطط له يعني أول فترة بس ننتبه عليها أنه نازم عدة مرات باليوم نضمه للطفل مهما كان عمره ممكن تغني بعض الأحيان بس البي أنه نضمه ونشيله ونبوسه كل ما يكبر الطفل لو متلاحظه بتقل الضمات لأنه ما بتهدي كتير باللاوعي بتصير إنتي بدك تفكري فيها وتقولي لازم ضمه فإذا تعودنا عليها وعودنا حالنا عليها خلاص بتصير هاي من ضمن الأمور الروتينية بدون ما نحس على حالنا بتعمل أثر كتير كبير بحياة الطفل وشخصيته طب أستاذة أروح على صعيد آخر في كتير من الأهالي بيكون بالفعل في عندهم حب ودلال زائد لدرجة أنه هم مفهومهم عن الحب هو الدلال الزائد وتلبية طلبات الطفل شو ما كانت فخبرينا هل هذا يعتبر نوع من أنواع الحب أو شكل من أشكال الحب ولا لا يعني سيضر أكثر مما ينفع أكيد لا أكيد الحب الصح مو هو الدلال الزائد أكيد هلأ شو الفرق بيناتهم أنا لما بحب الطفل لازم أعرف شو احتياجاته وأعرف شو هي مشاعره بس مو معناها أنه لبي كل شي بيطلب مني يعني أعرف هو هلأ حاليا متدايق زعلان مضغوط في شي تعبه في شي معين بده يعبر عنه اسمع له اتناقش أنوية فأعرف شو مشاعره بس طلباته هل كلها ربيها أكيد لا حكيت الباية طلبات الطفل كلها تؤدي لنتائج سلبية كتير يعني على شخصيته وعلى حياته على نظرته للحياة وعليهم هن الأهل لأنه بعد فترة ما بيعدوا بيحسنوا يرفضوا شي وطبعا بيضر هذا الشي بمصلحة الطفل فأكيد أكيد هذا الشي بيضر بالطفل جدا أنا بشوف أنه الحب هو الحزم الحب يعني الحزم لأنه أنا أمثلة واقعية لحتى هاي الفكرة تحديدا توضح للمشاهدين والأهالي تحديدا نعم نعم هلأ مثلا الطفل بيتعلق بأي شي ممكن يكون ضارق له ومثل الألعاب الإلكترونية طيب يتحلق فيها كتير وهي المشكلة العظمة في كل البيوت صحيح هلأ أنه متعلق فيها وكتير زعلان وعن بيبكي أنه أنا ما عم بيخليه أعد براحته هل أنا خليه لأنه أنا بحبه لا طبعا مهما زعل مهما بكي مهما توتر مهما شعرنا هو مظلوم أنا أيقنى أنه هي مانا لمصلحته نعم أعرف أنه قعدته فترة طويلة على الألعاب الإلكترونية هل هذا شيء مولا مصلحته فبناء على هذا الشيء أنا بدي يكون حازمة هون بهاللحظة بهاللحظة ما بيعبق بمشاعره لأنه هون مشاعره غلط وبيشرح له طبعا الفكرة وبيثبت على رأيه بيكون حازمة أكيد يعني نعم في أمور تانية ممكن تخبريني عنها لازم يكون في الحزم موجود عند الأهالية طبعا متزامنا مع الحب مثل ما حكينا أنا دائما بفكر بالشيء يعني مثل الطفل هل هذا الشيء لمصلحته للطفل ولا هو عكس مصلحته أنا كأم أو كأب واعي بعرف شو الشيء اللي بيضر أبنائي نعم بفهم بموضوع التربية بقرأ بستشير بسأل هل هذا الشيء بيناسب هذه المرحلة من العمر كل مرحلة إلها طبعا يعني احتياجاتها وإلها أمورها اللي بتناسبها فلازم إسأل دائما وأعرف إنه شو اللي بيوصلحة الأطفال وشو اللي ما بيناسبهم شو اللي ممكن أعطى بي هذه المرحلة شو اللي ممكن لأ يعني حتى إلعاب الإلكترونية نفسها إلها لأعمار معينة أوقات معينة كل ما كبر وممكن أزيدها شوي فبسأل وعرف فبس عرفت مصلحة الطفل بثبت حلو بثبت على الشيء اللي شايفه في مصلحته هم تجي بقى دور المشاعر الطفل الجياشي لا وما بصيروا بيبكي وبينهار ورفقاتي عندهم هيك ورفقاتي عملوا هيك أنا بدي يوازن طبعا ما بيستعمل أسلوب الصد الدائم بدون نقاش لا وخلص وأنا قلت لا يعني لا هذا ممكن استعمله بأوقات معينة بس ما يكون هو أسلوبي الدائم بدي أعطي مجال للحوار للنقاش أني أشرح له سبب المنع سبب الرفض سبب أنه أنا ما سمعت لمشاعرك أخذ وأعطي معه وبعدين حتى لو ما اقتنع ممكن أني إتراخل شوي ببعض الأشياء أعطي بعض الاستثناءات إذا حسيت أنه ما حتضره لكن يكون مبدئي بشكل عام هو الثبات والحزم مع تبيان الأسباب وفي بعض المواقف أقول له خلص لا يعني لا وهذا مو يعني ما بحبك ونعطي بستعمل هذا الأسلوب مع أولادي عم بمنعك مو لأني ما بحبك بالعكس لأني بحبك وبخاف على مصلحة طب أستاذة أروى إحنا يمكن في بداية الحديث حضرتك تحدثتي عن التقبل غير المشروط وأعتقد هو جزء من الحب غير المشروط لكن في أهالي أيضا مفهوم الحب عندهم هو مشروط بمعنى أو هكذا يظهر للطفل بمعنى بيحكوله إذا مثلا فعلت كذا فأنا رح أعطيك حب وحنان خبرين عن تأثير ذلك على الطفل يعني أكيد هي من أسوأ الطرق للتعبير عن المشاعر يعني حتى نحن الكبار تخيل حدا مثلا بيقول لك إنه إذا ما عملتي ليك ما هحبك هل تتقبلي هذا الشخص هل تشعري بالراحة تجاهه بيصير في عندك قلق تجاه هذا الشخص إنه هذا الإنسان معناته حبه وقالي مشروط في حالة إذا ما وفرت له هذا الشي ما هيحبني معناته أنا مأسورة إنه أنا دائماً وفر له هذا الشي ولا حافقد حبه ونفس الشي الطفل بنفس الطريقة حيفكر فحيشعر بحدم الأمان خاصة إنه هو طفل قابل إنه يخطئ دائماً فأنا إذا جيت ربطت سلوكه بيقول الحب إنه إذا أخطأت إذا ما سمعت كلامي ما رح أحبك طب هو ما بيقدر يضبط نفسه ما بيقدر طول الوقت يسمع كلامك يعني هذا النموذج الطفل الآلي اللي نحن بنتخيله والله مموجود ما عارق تنع الأهالي إنه هذا النموذج مموجود شو ما قلت له تمام شو ما انطلبتي منه بينفذ شو ما عندك أهداف مستحيل صحيح طب أستاذي أروى إحنا كيف ممكن نفرق بين الحب والمكافآت يعني في أهالي مثلا بيربطوا هذا الموضوع بموضوع المكافآت وفي ذات الوقت في موضوع العقاب فإحنا كيف ممكن نحافظ على الحب مع وجود مثلا عقاب في بعض المواقف وأيضا مع التحفيز من خلال المكافآت هلا هذا ممكن أنه يعني يوصل للطفل بشكل سليم إذا أنا تناقشت معه عن المكافآة وعن العقاب قبل ما طبقه يعني مو أنه يعمل الشغل يجي للأنحاق بكتب هو بيعرف أنه إذا عملها وإنه يتعرض لعقاب فلازم يكون في حوار بيني وبينه حلو أنت مطلوب منك هيك إذا مثلا ملتزمت بهذا الشي وأنا دائما بشجع أنه بلا نستعمل كلمة عقاب خلينا نقل له أنه ممكن تنحرم من أحد الميزات ما نقل له أنت حتى تعاقب كلمة عقاب يعني كنا عنا رابط صلبي كبير معها منرفضها فخلينا نقل له أنه أنت ممكن تنحرم من بعض الميزات إذا مثلا خطأت هذا الخطأ أو إذا كررت حتى هذا الخطأ ممكن حتى نعطيه عدد للتكرار لأنه بجوز من أول مرة ما يقدر يغير عادة مثلا معينة عنده فإذا عملت أول مرة نحن سامحك ثاني مرة مثلا أبعطيكم مثال يعني ثالث مرة إذا كررت هذا الخطأ ممكن أحرمك مثلا ميزت مثلا أكتر شيء ما بحب يحرمه منه هو القاعدة على مثلا عند وقت محدد على الإلكترونيات عندك ساعة ستصير نص ساعة أو ستروح هاي الساعة نعم فهون بحس أنه هو يعني فهم وعرف شو قدامه وعنده فرص وإذا تجاوز هاي الفرص معده هو حينحرب هون بيتقبل وما بيشعر أنه أهلي ما بيحبوني ومع ذلك ممكن يستعملها كسلاح أنه أنت ما بتحبيني ترجع لأمو بتشرح له لأنا بحبك ما لها علاقة بالحب بس هذا الشي لمصلحتك هون عم تتصرف صحة سواء هو قبل أو لا بتعرفي شو لأنه هاي الجملة كتير بسمعها أنا وبتتردد بأذهان الطفل فعليا إذا ما فعلت كذا فأنا ما بحبك مثلا أو مبسوطة من ذلك لأنك عملت كذا الشيء الإيجابي مثلا لهيك بيصير عند الطفل أنه هو كمان بيردد ذات الشيء أنا اليوم ما أحب بيتك يا ماما لأنك ما عملت لي بالدكياب فهون أنا حابة أعرف صراحة أنه شو ممكن تعمل الأم لأنه خلص هذا ترسخ بذهن الطفل شو ممكن تعمل لحتى تعالج هاي الحالة أو كيف تتعامل معها لحتى تبعد ربط الحب لأله بأي فعل إيجابي يعني أول شي هي بدأت بطل أنه تصير تربط أي تصرف بالحب هي بتكون باللاوعي بتعمل تقول له يا هيك أنا ما بحبك هيك بابا ما بيحبك هيك بتكون ما منتباه حالها فترائح نفسها أول شي وتوقف هي هذا الحكي وبعدها لما بعد ما توقفه بفترة بدأ بقى تبلاش تراجعه هو لأنه إذا هي لسا تمبارح قيلت له اليوم هيك قلت له ببتقول له أنت كيف هيك عبتقول إلا أنت هيك قلت لا أنا ما بقول لا أنت مبارح لسا قلتها فأول شي بس فترة تقعد يعني ما تستعمل هذا الأسلوب أبدا بعدها تبدأ تراجعه وتقول له هذا ما له علاقة بالحب ماما بتحبك شو ما عملت بس تزعل من تصرفك حلو أنت أكيد بتحب ماما شو ما عملت بس أنت زعلان منها أنا بصلح له كلامه لأبني بقول له اللي أنا زعلان منك يا ماما اللي أنا ما بحبك يا ماما أي فمشان عوده كي يزعل مني حقه يزعل بس ما يحبني طبعا هذا الشي اللي مصح طب أخيرا أستاذة أروى ما هي الأمور التي تنزع قيمة الحب من قلب الطفل إلى ما لا نهاية أكتر شيء الإهمال والقسوة وهم أحيانا بيجتمعوا ساوا أحيانا بيتناقضوا يعني أحيانا بيكونوا الأهل قاسين كتير بس مهتمين بولادهم ومتابعين إلهم جدا يعني بس مع ذلك ما قدروا يوصلوا لهم الحب بسبب قسوتهم وحزمهم الشديد جدا معهم صحي وأحيانا بيكونوا الأهل متراخين وسهلين وكل شيء عكيفهم بس مهملين يعني ما متابعين أبناءهم ما مهتمين بأمورهم مريحين حالهم شارين دماغهم وهدولي كمان بيقتلوا الحب تماما الطفل ما بدي يشعر بالإهمال بدي يشعر بالمتابعة بدي يشعر بالاهتمام بدي يشعر بتواجد الأهل معه وسؤالهم عنه واهتمامهم بشؤونه بس بنفس الوقت ما بدي يكونوا مضيقين عليه ما بدي يكونوا خانئينه ما بدي يكونوا راقدين وراه فهو دائما التوازن والتوسط هو أفضل طريقة بالتربية وبالحياة كلها جميل وكمان بيساعد التعبير عن مشاعرنا اللي ما عم نلاقي لا وقت ولا أسلوب صح لنعبر عنه هذا أمر كتير مهم يعني بهاي النصيحة خلينا نختم فقرتنا اليوم معك بكل الحب شكرا كتير لك لوجودك معنا أستاذ أرواع للوش شكرا شكرا لكم